نشرة الأخبار نشرة السابع صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية وهذه أبرز وعنوينها رئيس الجمهورية يشدد في لقاء بالمدير لمنعام لمنظمة العمل الدولية على ضمان حقوق الشغالين على أساس العدل صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 24 و 2000 بالرائد الرسمية وهيئة الانتخابات تصادق اليوم على الرزنامة وتحسم في شروط الترشحة في النشرة أيضا جامعة ومنوبة تتحصل على الاعتماد كأول جامعة ريادة أعمال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمالية إفريقيا وأكثر من 45 شهيدا فلسطيني وعشرات الجرحى في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة والوضع الإنساني يزداد سؤالنا إلى التفاصيل مستمعين متابعين أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة أكد رئيس الدولة قيس سعيد في لقاء جمعه ظهر أمس بقصر قرطاج بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية على أننا اليوم في تونس وفي العالم بأسره نتطلع إلى الحق في الشغل وإلى ضمان حقوق الشغالين على أساس العدلة وأشهد رئيس الدولة في هذا الإطار بمبادرة المدير العام للمنظمة بإنشاء ائتلاف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية مؤكدا أن العالم اليوم في حاجة إلى مثل هذه المبادرات وإلى فكر جديد لرفع التحديات التي تواجهها الإنسانية والجمعة وفي خبر آخر صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر حدد 403 المؤرقت الثاني من جوليا 2024 والمتعلق بدعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 24 و2000 ويتضمن الفصل الأول من هذا الأمر دعوة الناخبين داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من الأكتوبر وبالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسابت والأحدة الرابع والخامس والسادس من الأكتوبر 2024 هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المصري أن فتح باب إذاعة رشحات للانتخابات الرئاسية سيكون مبدئيا بين أواخر جوليا الجاري وبداية شهر أوتة المقبلة وأضف المنصري أن الهيئة ستنشر الرزنامة الانتخابية التي سيصادق عليها مجلس الهيئة في اجتماعه المبرمج اليوم الغمس التوحلين أصبح رسمي وأنه موعد الانتخابات ستة أكتوبر خمسة أكتوبر باش يكون الصمت الانتخابي قبل بواحد وعشرين يوم يعني الامتلاق متاع الحملة باش يكون 13 سبتمبر في بداية شهر أوت أواخر شهر جوليا باش تنطلق فترة تقديم الترشحات ونزاعات متاحة وفي نفس الوقت مجلس الهيئة باش يصادق كذلك على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح الانتخابات الرئاسية أربعة وخمسة وستة بداية الانتخابات خارج وفي انتظار تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية يتواصل الجدل بخصوص شروط الترشح لهذه الانتخابات وتساؤل حول التنقيحات المنتظرة أحلام الجاسمي وقراءة في المفضوح بين دستور 2022 والقانون الانتخابي لسنة 2014 والقانون الانتخابي المعتمد حاليا تتحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في انتظار التنقيحات المنتظرة وفق ما يوضحه الخبير في الحوكم المحلية محمد الضيفي في القانون الانتخابي لسنة 2014 أهم شرط من شروط الترشح هو أن يكون المترشح ناخبا وكذلك في القانون الانتخابي الذي لم يتغير والذي سيقع تطبيقه حاليا لكن في دستور 2022 عوض كلمة أن يكون ناخبا بأن تتوفر لدى المترشح شروط الحقوق المدنية والسياسية لكن لم يقع ضبطها بدقة لكن بالرجوع إلى القانون الانتخابي وخاصة الفصل الخامس الجديد الحقوق المدنية والسياسية تتمثل فيه أولا عدم شذور حكم تكميلي يمنع المترشح من حق الانتخاب ثانيا أن لا يكون من المحجور عليهم سابقا شرط المحجور عليهم كان يتمثل فقط في جنور النطبق لكن في المرسوم 55 الذي نقع القانون الانتخابي ذكر بصفة جملية أن لا يكون من المحجور عليهم وبالتالي يعني توسع في هذا الشر وهذا هو الذي ربما يثير الانتباه ويعتبر الخبير في الشأن المحلي محمد الضيفي أن النقطة المتعلقة بالمحجور عليهم ستضيق شروط الترشح وتبقى في حاجة لتوضيح أن لا يكون من المحجور عليهم سيفير الإشكال وربما يضيق الشروط على المترشحين لا سيما أن التحجير يسمى لعديد المزالات من ذلك عدم السفر وهو تحجير رغم اليوم بالمقتضى قرار مش بحكم لكن يمكن أن يثير الانتباه وكذلك الموجودين حاليا في السجول وبالتالي شرط المحجور عليهم هذا هو الذي يجب توضيحه تساؤلات بخصوص شروط الترشح والممنوعين منه تبقى قائمة في انتظار صدور القرار الترتيبي المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية لينطلق السباق نحو هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد في شأن آخر صدق أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس برمته بـ 74 صوطنة ويدخل النظام الداخلي حيث النفاذ وفق ما ينص عليه الفصل 158 منه بداية من تاريخ المصادقة عليه ونشره بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية قرر مجلس الوزاري بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني أحداث لجنة قيادة تضم كل الوزارات والمنظمات المعنية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتغطيط لمواصلة أعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع مزيد أحكام التنسيق بين كل المتدخلين والمرور إلى مرحلة التنفيذ والترويج ووضع أليات المتابعة والتقييمة الخاصة بها كما أذنى بتقديم النسخة المحينة للاستراتيجية على أنظار مجلس الوزارية في الأسبوع الأول من شهر أوت القادم تحصلت جامعة منوبة مسهل الاعتماد من قبل المركز الوطني البريطاني لريادة الأعمال في التعليم والاقتصاد كأول جامعة ريادة أعمال في إفريقيا ومنطقة أجسرق الأوسط وشمالية إفريقيا الذي يصنفها كجامعة مبتكرة وإبداعية وهذا الاعتماد تحصلت عليه جامعة منوبة لمدة ثلاث سنوات ومن شأنه أن يسمح لها بتبادل التجارب والابتكارات والتعاون في مجال التعليم العالي مع الشبكة الدولية للجامعات الرائدة وفق رئيسة الجامعة جهينا غريب تعطلنا الاعتماد من 2024 إلى 2027 وهذه أول جامعة تنسية أول جامعة أفريقية وأول جامعة عربية تدخل اعتماد هذية الاعتماد هذية بهي بهي خطر يوري فيش جامعاتنا بهي جامعاتنا بهي في التكوين وبهي في البحث وبهي زادة في العلاقة مع المحيط الاعتماد هذية اعتراف هلي قاعدين نعملوا فيه هذية يأهلنا بش يكونوا موجودين في اللطاق العالمي وبش نخدموا مع جامعات أخرى لعندها نفس الاعتماد ونفس التوجه في خبر آخر أفدت ناطقة رسمية باسم المعلمين النواب وفاد لنسي بأن أغلب المندبيات ترفض مد المعلمين النواب بشهد الخدمات من أجل التثبت من فتراتها النهبية ودعت وزارة التربية إلى التدخل العاجل قبل فوات الأجال أجال تحيين البيانات التي تنتهي يوم السادس من جوليا بالنسبة إلى المندبيات بينما انتهت يوم أمس بالنسبة إلى الموقعها وزارة التربية نصد على أن شهادة الخدمات التي ترسل للوزارة ينجم المعلم أنها يقوم بالتثبت من فتراته النهبية لأنه لا توقع أخطاء إدارية وقتها وناليوم فيه اعتراضات ومشاكل إلا أنه بالأشف بعض المندبيات أغلب المندبيات ترفض مد المعلمين النواب بشهادة الخدمات هنا اليوم رسالتنا الوزارة التربية للسيدة الوزيرة رجاءً أتدخل العاجل يجب على كاسة المندبيات تقديم شهادة الخدمات وشهادة الخلاص أحنا اليوم أخدمنا من حقل شهادة الخلاص للتثبت من فتراتنا النيابية ومن حقل شهادة الخدمات أخطاء إدارية قد تؤدي إلى عدة مشاكل الرجاء أتدخل العاجل مع ذا مندبيات ساقف واحد مندبيات ساتون السفنية مندبيات علينا هو بن عرف فقط هذه المندبيات التي قامت بمتجهة الخدمات للنواب بقيت المندبيات ترفضوا رفضاً قطعياً أنه تمد السلة النواب بحيثة الخدمات نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين نذهب إلى فلسطين المحتلة وفي تطورات الأوضاع في غزة ومع دخول العضوان على القطاع يوم الثاني وسبعين بعد المائتين استشهد خمسة واربعون فلسطيني وأصيب مئة وخمسة وعشون في قصف للأحتلال على كافة مناطق القطاع وفقاً لوزارة الصحة واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم وخيم النصيرات وسط القطاع والشارع المنصورة في حي شجعية شرقية مدينة غزة في الأثناء أعلنت كتائب القسام تدمير دبابتين برفح وقصف قوات الأحتلال بحي الشجعية وأعلنت صرايا القدسة أنها دمرت دبابة وجرافها الأحتلال برفحة يأتي ذلك فيما أعلن جيش الأحتلال عن مقتل ضابط وجندية وإصابة ثلاثة أخرين في هجومين بشمال قطاع غزة وإصابة ثلاثة وعشرين عسكرياً آخرين في معارق غزة خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية وإنسانياً يزداد الوضع تدهراً في جباليا بقطاع غزة بسبب نقص الغذاء والماء جراء منع الأحتلال الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال الخطاعة وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطين الأونر وقالت إن 250 ألف شخص مضطرون إلى النزوح من مدينة خان يونس رغم عدم وجود أي مكان آمن في قطاع خسار سياسياً قال مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بن يمين نتنياهوة إنه سيدرس رد حماس وسيرد على الوسطاء خلال اجتماع اليوم الخميس لبحث رد حماس على مقترح صفقة التبادل واكتفت حركة حماس بالتعليق بأنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العضوان على الشعب الفلسطيني وأنها تعاملت بروح إيجابية مع فحو المدولة الجارية نقطة نهاية هذا الموعد الأخباري المفصل نعود مستمعين متابعين الكرام ونجيزه لكم في عنامنا رئيس الجمهورية يشدد في لقاء بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية على ضمان حقوق الشغالين على أساس العدل صدور الأمر المتعلق بذعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 24 و2000 بالرائد الرسمية وهيئة الانتخابات تصادق اليوم على الرزنامة وتحسم في شروط الطرق جامعة ومنوبة تتحصل على الاعتماد كأول جامعة ريادة أعمال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وأكثر من 45 شهيدا فلسطينية وعشرات الجرحة في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة والوضع الإنساني يزداد سؤالنا أجمال تحيات كوتر عاركوبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر